الحمد لله الحمد عبده ورسوله وخيرته من بريته صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الناس فقل الله تعالى واعلموا أن عقيدة التوحيد هي أساس الإسلام وأساس الدين وهي أول ما أمر الله جل وعلا به عباده وبين سبحانه أنه إنما خلقهم لها قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وبها أرسل الله الرسل وأنزل بها الكتب قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون قال تعالى وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أن يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الْطَاهُوتِ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهِ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الظَّلَالَةِ ولذلك كان كل رسول أول ما يخاطب قومه بقوله يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هم يبدأون دعوتهم بالدعوة إلى التوحيد وقد ثار على نهجهم الدعاة المصلحون من علماء هذه الأمة فكانوا يدعون الناس إلى التوحيد ويبينونه للناس ويوضحونه ويجرسون الناس هذا التوحيد لأهميته وهو أول وركان الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة فصوم رمضان فحج البيت إن استطعت إليه سبيلا فجعل الشهادتين هما الركن الأول من أركان الإسلام وقد بقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة ثلاث عشرة سنة يدعو الناس إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة قبل أن تفرض عليهم الصلوات الخمس وبقية أركان الإسلام ولما بعث معاذا إلى أهل اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فإنهم أجابوك لذلك فأعلم أن الله افترض عليهم صدقة توقع من أغنيائهم وترد على فقرائهم هذا مما يبين لنا أهمية التوحيد وأنه ما لم يتحقق التوحيد فلا فائدة في بقية الأعمال مهما كثرت لأن كل شيء يبنى على غير أساس فإنه ينهى ولذلك اهتم العلماء المحققون والدعاة المصلحون بهذه العقيدة دعوة وتعليما وعناية بها قبل غيرها فأي دعوة أي دعوة لا تبنى على عقيدة التوحيد ولا تهتم بها فهي دعوة فاشلة ودعوة باطلة لأنها على غير أساس وإنما تكون لمقاصد أخرى الله أعلم بها فالواجب الاهتمام بهذه العقيدة وتدريسها وتعليمها للناس في المدارس وفي المساجد وفي المجالس وفي وسائل الإعلام حتى تترسح وتتبين وتبين للناس شأنها وكيفيتها ليس المقصود أن الإنسان يعبد ويجتهد في العبادة والعمل دون أن يعرف التوحيد ويخلص العبادة لله عز وجل وأعظم ما يخل بالعقيدة الشرك والعياذ بالله ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لين أشركك ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون وهذه العقيدة لها خمسة أركان وخمسة أصول بيّنها الرسول بقوله صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره وأول ما يخل بهذه العقيدة هو الشرك أما أن يبطلها إن كان شركا أكبر وإما أن ينقصها إن كان شركا أصغر الشرك الأصغر الشرك الأكبر الشرك الأكبر هو عبادة غير الله بأي نوع من أنواع العبادة من دعاء وذبح ونذر وخضوع وغير ذلك من أنواع العبادة فكل عبادة لغير الله لا يشرك وإن كانت للأنبياء أو للملائكة أو للأنبياء والمرسلين أو للصالحين فيشركم بالله عز وجل لا يصلح معها عمل ولا يستقيم معه دين أبدا فالمشرك لا يقبل له عمل ولو عبد الله الليل والنهار ما دام خلط العبادة بشرك الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون والشرك الأصغر قد يسلم الإنسان من الشرك الأكبر ويبغضه ويبعد عنه لكن الشرك الأصغر قليل من يعرفه ويتحرز منه قال صلى الله عليه وسلم الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في ظلمة الليل وذلك هو الشرك الأصغر وأعظمه الرياء والعياذ بالله الرياء قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء أن يقوم الإنسان يصلي يحسن صلاته لما يرى من نظر رجل إليه وكذلك من يتصدق لأجل أن يمدح ويثنى عليه أو يبني المشاريع الخيرية من أجل أن يخلد ذكره كما يقولون كل هذا لا ينفعه عند الله سبحانه فإن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم وصوابا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فأعظم ما أعظم ما يخل بالتوحيد هو الشرك وأعظم ما يخل بالعبادة هو البدعة أعظم ما يخل بالعبادة ويبطلها البدعة ولهذا قال صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم فإن كل وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ظلالة وقال صلى الله عليه وسلم من عمل من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود عليه لا يقبله الله سبحانه وتعالى فالله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه من الشرك وصوابا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم خاليا من البدع والمحدثات فاتقوا الله عباد الله تعلموا عقيدتكم تعلموا التوحيد ولو ولو باختصار لأن من الناس من يزهد في التوحيد ويقول الناس كلهم مسلمون علمون المسلمين التوحيد الناس مسلمون وهذا من جهله أو من زيغه والعياب بالله نعم المسلم يبين له التوحيد ويدرس التوحيد لأجل أن يصحح عقيدته ويتجنب ما يبطلها أو ينقصها فاتقوا الله عباد الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس أعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض في راشة والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من السمرات لذق لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من البيان والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على فضله وأحسانه وأشكره على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن هناك كثيرين أن هناك كثيرين كثيرين يتسمون بالإسلام يتسمون بالإسلام ولكنهم يحاربون عقيدة التوحيد ويحذرون من التوحيد ويقولون لا تفرقوا بين الناس يكفي أنه مسلم ينتسد إلى الإسلام والناس أحرار في عقائدهم وفي آرائهم وفي وفيد كأننا همل لم يبعث إلينا رسول ولم ينزل علينا كتاب بل كل على رأيه وكل على عقيدته وهذا كلام باطل ومع الأسف ينادي به أو بعض من يتسمون بالدعوة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فلابد من بيان هذا لابد من معرفة العقيدة الصحيحة لابد من دراستها ولو بصفة مختصرة وميسرة فعلى المسلم أن يتقي الله كذلك أيها الإخوة والبلاء العظيم ما يبث ما يبث في وسائل الاتصالات وفي المواقع وفي الإنترنت ما يبث من الدعايات الباطلة والنيل من عقيدة التوحيد ومن أهل التوحيد وإلقاء وإلقاء الشبهات على الناس والخرافات فاتقوا الله واحذروا من هذه الوسائل وجنبوها بيوتكم وأبعدوها عن ذراريكم وعن أهل بيوتكم أبعدوا هذه الوسائل عنهم التي تنشر الشر والشركة والبدع والمحدثات وتزهد في التوحيد وفي السنة وتصف متمسكين بالسنة والمحققين بالتوحيد بأنهم تكفيريون وأنهم متشددون إلى آخر ما يقولون فاحذروا من هؤلاء يا عباد الله أقبلوا على عقيدتكم جراسة وتعلما وتعليما وعملا وعملا بها الذهاب إلى السحرة يخل بالعقيدة أو يبطلها كما قال صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ومن أتى كاهنا فقد أشرك فلا يجوز الذهاب للمشعوذين والخرافيين والذين يتسمون بالرقية الشرعية كما يقولون وهم كذبة ججالون متأكلون لا يعرفون الرقية الشرعية وإنما يلبسون على الناس والناس لصفة أن أنهم مرضى اشتاجون للعلاج فيذهبون إليهم دون أن يعرفوا عقيدتهم ودون أن يعرفوا ما يعالجون به فاتقوا الله يا عباد الله يلجأون من يلجأون يلجأون من المرض الدنيوي إلى المرض في العقيدة لأن لأن الشعولة والشرك مرض في العقيدة فهم يعالجون أجسامهم بزعمهم ولا يعالجون عقيدتهم فاتقوا الله عباد الله حافظوا على عقيدتكم فإنها رأس مالكم إنها أساس دينكم فإلزموها وتعلموها واحذروا ممن احذروا ممن يدعو ضدها أو يزهد فيها ويرخصها على الناس فاعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ظلالة وعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة ومن شز في النار واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه فقال جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين وجمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا واستقرارنا في أوطاننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخاهك ولا يرحمنا اللهم كف عنا عدوان المعتدين وظلم المشركين والكافرين اللهم اللهم شتت شملهم اللهم اجعل كيدهم في نحورهم واجعل هلاكهم في تدبيرهم إنك على كل شيء قدير اللهم كف عنا بأسا الذين كفروا فأنت أشد بأسا وأشد تنكيلا اللهم أصلح ولاة أمورنا واجعلهم هدايا مهتدين غير ظالين ولا مظلين اللهم أصلح شأنهم وألف بين قلوبهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين اللهم انصر بهم دينك اللهم احمي بهم أمننا وإيماننا واستقرارنا في أوطاننا اللهم من أراد الإسلام والمسلمين في كل مكان فسلط عليه من هو أقوى منه واجعل تدميره في تدبيره إنك على كل شيء قدير اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أغفنا اللهم أغفنا اللهم أغفنا اللهم استعبادك وبلادك وبهائمك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيثاء للقربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها قد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون